فقط الإدارة العامة للجنسية والجوازات بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية خدمة تجديد الجواز إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعدت الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية الذي أكد فيه حجم الفائدة التي قد تأتي من خدمة تجديد الجواز إلكترونيا حيث سيتم تقليص المدة اللازمة لتقديم المعاملة ليتم إنجازها خلال خمس دقائق حد أقصى بعد أن كانت تستغرق ثلاث ساعة تقريبا كما اختصرت عدد الخطوات اللازمة لإنجاز هذه الخدمة من سبع خطوات إلى أربع بعد أن تم إلغاء الدفع اليدوي الذي استبلل بدفع الإلكتروني بواسطة الاتصال المشفر وأضاف أنه يمكن للفرد الواحد وعلى مدار الساعة التسجيل لجميع أفراد العائلة المستوفين للشروط المحددة في طلب واحد مبينا في الوقت ذاته جدوى هذه الخدمة في خفض التكاليف التشغيلية والإدارية مع المحافظة على خصوصية البيانات وأمنها بجودة عالية طبعا هذه كلها في مصاب توجه الحكومة أنها سهل خدمات وتوصلها للمستخدم المواطنين بسهالة وبيسر والجماعة في الحكومة الإلكترونية ما قصروا ساعدونا في أن نحن نحطها تحت مضلة البوابة الإلكترونية هي البوابة للخدمات الحكومية السهل على المواطنين اقتناءها فهذه المضلة هي إحنا حاولنا واجتهادنا ويالجماعة في الحكومة الإلكترونية أن نحن نكون جزء منها عشان أن نحن نوصل الخدمة والخدمة هي تجديد ترجمة نانسي قنقر